من عشرين سنة كده كان فيه فيلم اسمه مواطن ومخبر وحرامي الحلقة دي بعنوان محلل ومعلق وجيرونة قبل ما تكلم مين المحلل ومين المعلق وقاله ايه عايز اقول حاجة مش عيب ابدا ان انت ما تكونش بتتفرج على كل الفرق عملية صعبة جدا ان انت تتبع كل الفرق بنفس التركيز ونفس المتابعة المكثفة رغم ان هي بتبقى شغلتك لكن مش عيب ابدا ما تتبعهمش كلهم العيب فعلا ان انت تبني رؤيتك على فريق على مطش ولا اتنين وهو بتطرش الكلام كله بتحليل جاحد مجرد انت شفت الفريق ده خاصة لما الفريق ده بيكون بيلعب قدام فريق كبير ولا بتاعه. والكلام ده مسلا نساحب على فرقة كتيرة مسلا منها مسلا قتلتكو مادريد ان الناس عندها نفس الفكرة من عشر سنين قتلتكو مادريد دلوقتي انا من قتلتكو مادريد ما بيدفعش حاليا تقريبا غير قدام برشلونة مسلا. قدام كل الفرق التانية بيلعب مباراة يمكن مفتوحة جدا وبيكون فريق هجومي لحد كبير. ويمكن كتبناء الفكرة دي دايما عن اتلتكو مادريد ان هو عشان الناس بتتفرج بس على او الناس اللي بتتكلم يعني عنه بتكون بتتفرج على تلتكو مادريد دي برشنة وريان مادريد. هو يقول لك ده فريق دفاعي. لأ اتلتكو مادريد ممكن آه ده كان متحافظ فترة من فترة لكن بقاله سنتين تلاتة يمكن السنة دي فريق هجومي جدا وفريق قوي في الهجوم جدا. نرجع بقى لموضوعنا. قال كليشي مكرر هتسمعه في مليون مرة. المحلل قال من تلاتة اسابيع تقريبا كده. قال لك ان الجيرونة هيعاني. متطفق جدا هيعاني في الدور التاني من الموسم. عشان انت حفز صح انا في رأيه هتبقى الفرقة متحفزة ضده. ده شيء مكرر ومفهوم حتى لو كان كليشي. لكن الكليشي فعلا انه جيرونة هيعاني عشان خاطر الفرقة هتبدأ تتراجع على الخلف وحددفع قدامه وبالتالي هيعاني قدامهم. اما المعلق فقال لك ايه بقى? ان جيرونة فريق مرتدات افضل. يلعب على المرتدات افضل رغم ان هو يعني البناء اللعبة بتاعها كويس لكن يلعب على المرتدات افضل او هو مرتداته افضل يعني. وده كلام بصراحة في رأيي مبني على مباراة الاتنين. من الاخر كده. انا بقول انه مش عيب ابدا انت تتفرجش على فريق لكن ما يفعش تبني رأيك كله على مطشور الاتنين فريق ان انت تفرجت عليهم. انا انا ما عنديش جزم للمورودة غير ان الناس دي تفرجت على مطشين تلاتة للفريق. جيرونة يا جماعة ببساطة فريق قوي جدا هجوميا وضعيف جدا دفاعيا. وكل مرة بيحصل فيها القصة دي كل مرة بيلعب بيلعب مباراة بيتأكد لي الكلام ده بشكل قاطع. انا مش باتكلم عن الوجات النظر باتكلم على ان انا متأكد ان بناء الرأي ده كان بناء اللي انا بتكلم فيه ده. جيرونة فريق يتمنى كل الفرق تدفع قدامه. تخيل? يعني جيرونة لو الفرق الدور التاني دفعت كلها قدامه ده عظمة. بالنسبة لي اه او بالنسبة المدربة عظمة. العب يا معلم على الدفاع زي الفل انت كده ايه? ملكتني منك من الاخر. والدليل الكسير من المباريات. بلينسيا كان بيلعب بجيرونة في الاول في المباراة عانى فيها جيرونة بشكل كبير جدا ما كانش بيدافع تقريبا بلينسيا قدامه. وجيرونة عانى. اول مباراة قرر انه هو يدافع قدامه ام لابس جنين في اخر عشر دقايق. اكتر فريق عانى قدامه هو رايوة كان. لان رايوة كانوا طحن جيرونة. هجوم غير طبيعي. وكان قادر يسيطع على مباراة قريبا بشكل كبير جدا وكان هو فريق افضل. ومع زيك صحيح خسر. لكن جيرونة كان محظوص جدا ان هو يطلع فايز. النهاردة قدام عاتلاتيكم مدريد. جيرونة بيهاجم. بيبقى ممتاز. بيدافع بيبقى سيء جدا. طب نبني ايه على الكلام ده ان الفريق لما بيدافع قدام جيرونة بيعاني. ليه? لان جيرونة يتمنى انه نحاصر الفرق اللي قدامه. وجيرونة عنده من القدرة ان هو يقدر يكشف لنفسه مساحات خلال لعبة سريع جدا. تدوير الكرة بتاعه سريع جدا. بيقدر يكشف مساحات اي فريق حتى متحفز دفاعيا. وده شفنا قدام فرقة كتيرة جدا. والفرق اللي كان عندها الجرق ان اتبادل جيرونة الهجمات ويتحاول تهاجمه هي اللي كان بتخلي جيرونة يعاني احيانا. وكان بيهدده بشكل كبير جدا. لان دفاع جيرونة ضعيف جدا. وعنده قلوب دفاع مش احسن حاجة وكل راس مالهم اغلب الراس مالهم هم انه بيطلعبوا الكرة بشكل كويس جدا. فان انا اقول ان جيرونة هيعاني قدام الفرق لان هو الفرق دي هتدفع قدامه فده حاسف كلام فارغ. كلام فارغ. مايتقلش غير حد بيكرر الكلام اللي احنا حافظينه على اي فريق بيتقلق بشكل مستمر في البدايات. تمام? تمام. بخصوص بقى المرتدات. جيرونة فريق جيد في المرتدات. لك الفريق زي ما قلنا نفس القصة. بناء اللعب بتاعه افضل كتير. وبناء ان هو اه وان هو يلعب على المحاصرة المنافس ده افضل بالنسبوع كتير. انه يدافع هو مش هيعرف يدافع اصلا. ما عندوش اوبشن يدافع. قدين شوفنا النهاردة تلاتكم ما دين لما نفكر يدافع يهاجم جيرونة هزقوا يعني. كان قادر ان هو يخلق الكسير من الفرص. وكان ممكن جدا ان جاء قتلتكم قدين يطلع فايز في الماتش. فان انا افكر كمدرب ان انا ادافع والعب على مرتدات فده غباوة. صحيح ان انا كويس مرتدات لك انا عندي ادفع ساي جدا. فما يفعش ان انا ابني فريقي على ان هو يقدر يصد اللعب ويتقبل اللعبة كالعب على المرتدات. انا ما عنديش غير حل واحد كمدرب جيرونة ان انا فريق هاجم. هو ده الصح. ففكرة ان انا على حاجة. انا كويس فيها. لكن عندي هيكشف لعب خطير. فده برضو فتي. بناء على ايه? على مباراة برشلونة. اللي كان جيرونة الى حد ما. فاحيانا بيتقبل اللعب. ويهاجم برشلونة لكن لان برشلونة في المرتدات ساي جدا. لكن برضو برشلونة هيع فرص كتيرة بالمناسبة. كان بناء الكلام على المباراة دي. وبناء الكلام في جيرونة في اي مباراة شهيرة مش مش كافي. لان جيرونة فريق ما بيلعبش بس في صفرات كبيرة. بيلعب مطشط كتيرة في الليجة. وانا مش طالب من الناس انها تتفرج على مطشط لجيرونة في الليجة بطول الوقت. انا متفهم يعني الناس ما تتفرجش بشكل مستمر. بس بيبقى عندي مرارة بصراحة. انها اسمع التحليلات دي. وانا بقى شايف بعيني ان الكلام ده مش مزبوط. بقى شايف الكلام ده مش مزبوط تمام. بالمناسبة جيرونة حاليا دلوقتي مسلا الناس مش اخذ بالها ان جيرونة حاليا عنده كثير من اصابات. بدأت الاصابات تضب في الفريق. النهاردة تسيجان كو مش موجود. نيانجل هيريرا مش موجود. واكتر من اللاعب تاني مش موجود. وجون سوليس ده بقى ينزل بشكل موجود آآ لعيد صغير في السن بس بيعمل مشاكل كتيرة للفريق. بقول لتوري النهاردة كان كويس لكن فيه مطشط مش بقى افضل حاجة. فجيرونة مش بقول ان هو الفريق حيتراجع. لكن دفاعه ممكن يخونه. ويعمل له مشاكل كبيرة. وانا اتمنى انه لأ لان انا حب حابب تجربة جيرونة حاببها وشايفها هتبقى تجربة تكرار لتجربة لستر. التجربة انتع كمان احيانا في اللحظة من اللحظات. وامام فرق صحيح ان فرق كان بتعاني وقت لستر يعني كل الفرق كان بتعاني. فرق اللي جا دلوقتي برضو الحد ما بتعاني لكن حالتها افضل اكتر بكتير من فرق فلو جيرونة فاس بالدوري ده هيكون ليه قيمة اكبر بكتير. في رأيي مقارنة بانتصار لستر التاريخي. صعب ان نجلون نفوس بالدوري لكن على الاقل تقدير واحنا منشوف الرحلة بتاعته. عندنا دلوقتي فريق واضح ان هو منافس على الدوري. اتمنى الناس تفرج عليه بشكل اكتر. عشان تكون فكرة اكثر تنظيما ومش نفتي كده ونرمي الكلام وخلاص. هل مهم بان انت تعرف مين المحلل ومين المعلق? انا شايف انه مش ضروري. مش مهم الشخص عشان الناس تقول لنا انت متستاضي الناس معين عشان تتكلم عنه. انا ما يهميش كلام انا اللي يهماني اللي بيتقال. انا ما يهميش اشخاص يهماني اللي بتقال. وبيحزني بصراحة ان الناس اسمعوا عن فريق. اه 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 نقاط قوته واضحة ونقاط ضعف واضحة. وكل اللي بتقال عنه ده. ولا ولا ليه اي علاقة بالكلام. مش بقول دي وجهات نظر. ده كلام كلشيهات بتتقالي. كلام محفوظ بتقاله وبيتكرر اه وعارف انت كل حاجة بتسمعها في احيانة مكررة استسهال الكلام احيان. معلش شوية فتفاضة كده استحملوا فيها.